مولي علي أستاني أشكر لجنوبة العقل دعواتها السليمة التي سرقتني بتوزيعها إلي من أجل المتاركة بمداحلة في هذه المدوة عن منظمة بمناثرة المرور السنة على اتحاق أخي مولي علي برحق العقل أخير الذي هو أحد الرواد الكاركين للتفاية عن الأقليات بمداحلة السليمة في العالم وأذكرها لأنها خصصتني محوراً في هذه المدوة مولي علي أستاني أسايا السليمة وهو تريف مركب أن تتفضل بدعوتي للمصار وأن تحدد لي موضوعاً محبباً إليك كريم عليك مع أنني كنت سأشارك حتى ولو لم أتلقى فأي تدعوة فمن أحكم مني للحديث عن رفيق لي في درب الجفاء عن الأقليات الإسلامية والدعوة الإسلامية بعد الدكتور الخصير طبعاً فأنا إلى جانب رفاقتي له في هذا المجال فإنني أعتبر نفسي ولي الحق المطلق في ذلك أعتبر نفسي عضواً داخل أسعة ملعب لأن سيد محمد سيد الزرزم أياماً كنت طالباً لجامعة القرومين وزميل عمي الأستاذ العلام الكبير سيد محمد في نفس الجامعة إلى جانب أن والدي كان صديقاً لوالدي سيد المتصر والد أستاذ مولاي إبراهيم تغمده من الله بها في عقمته سياء إبراهيم الأسرة الثانية هذه تحيات التي تعرفين صدقها وهذه مساركة متواضعة لكنها حمدية بكل ما هي مشكلة به هذه العبارة الفاضلة منذ ثمان سنوات كان نجد جانب في منصة لقاعة وزارة السفاقة المهودية ظل مرافقاً لي بها ثلاثة أيام في أصباحها وأماتها لقد كان يحضر إلى القاعة وقلت لا أبدأ افتتاح أيها الجنسة إلا وهو كنوري لجد المتانة بجانبه كان ذلك بعد أن قضينا حوالي السهران ونحن نحضر تحت رئاسة الدكتور عبدالقيم الخير لندوة البسنة والأسس حيث كنا نطوي عشران الساعات يومياً في التحضير والاتفال حتى استطعنا بفضل الله استخدار رسل من العلماء والأساسدة الأزلاء تارثنا بأقلاني في الندوة كما استطعنا إنجاحها لأن قصدنا كان الجفاء عن تارث الإسلام والمسلمين وجاء يومكاً من أبريل عام 2014 يوم الابتتاح فاعتبره الذي كان يجد بجانبه عرصاً لكل المسلمين في كل أرجاع الأرض الإسلام وزعرت وكأنه سبقني إلى مخالطة الأقليات الإسلامية مع أنني مرحياء حتى لحظتنا هذه كنت المغربي الصباح لأنني كنت أول طالب مغربي غزب الاستقلال السياسي في المغرب تطعوا قدماه أرض الغوثنا والهاتف سنة 1950 لأقضي بها ظهرة الشباب طالباً ومحاضراً وباحثاً وصحفياً ومقدماً لأحاديث إذاعية ومكتسفاً لأقدم أخيرة للجبال العربي الذي هو المغربي منذ سنة 1992 في تلك مجيار صاغمة لأسر الإسلام الحق والصف في الحق والدعوة إلى الله الحق رغم ما عانوا أهلها حتى في زمن بعض الأحكام المسلمين الأخار سامحهم الله لا إله إلا الله الحي الضاطي إنني أحف وكأنه الآن بجانبي إنه أخي في الله ورسالة الإسلامية الخالدة إنه لا يعني أكساني ولولا أنني أمني بأن كل نفسه ذائق في الموت وأنه الإسلام قد انتحق بالرقيق الأعلى وهو يؤدي لسانته الهادفة إلى إرجاع الإسلام إلى الربع الأندلسية لقد قلت لماذا لسانه لجانبي ومن الذي منعه عن حضور هذا العرش الزديد؟ وكان خيد أعراف الجفاع عن الأخديات الإسلامية ومن ثم أعراف أيها المؤمنون أيها المؤمنات يا أسرة الملالي هل غاض حقاً عنا إلى الأبد؟ ونحن اليوم نكرم ذكراه السنوية الأولى ونجت هنا بمناسبة غروب نوري عنا وقد طواه ربطه الضارم لرائحة ذاتية من سنة؟ لا لم يغض ملالي عنا وإن كنا نكرم ذكراه ذكرى غيابه ونفتقد من هذا اليوم اليوم الله ولو أنه أكبر من كل يوم وأكبر من أي سنة وأكبر من أي سنة وأكبر من أي سنة وعوذي ما تقتل من زمني وأزمان لأن ما قام به ملالي وما خلفه من بعده من زرية يظهر الإسلام بها وينحن العلم وإيمان أمامها خشوعاً وإجلالاً وما خلفه من كتب ومؤلفات يظهر بها الإسلام وسيخذجها وإن كنت أعلم أن القدلها هو الذي طبع لكن كثيراً ما يزال ينتظر اللحظة التي تغسى فيها المطابع لتغذر إلى سراطي من العلمين والإسلامي ما يستحقانه من الصحر إن هذا وغيره هذا لا يؤكد بأن الرجل لم يغادرنا سوى به سبيل فقل تحياً ومليساً يا أخي وطوبى لمن تعرفوا عليك وحباهم الله بالتقرب إليك والقرب منك وحبطونه أحدهم ومن التاهدين على أفضالك وفضلك وعلمك وجهادك في سبيل الله وفي سبيل دينك يَرْحَمْتَ اللَّهِ بِرَحْمَةِ الْسَبِّيحِينَ وَالْسُوَلَيَاءِ وَالْصَالِفِينَ أيها الفضور الكريم لا تُآخذوني على هذه السوهان وزوابان فما أنا إلا طالب وعلم عرف جد الفقير وهو يمير حنايا جامعة القرومين ونحن السلامي للصغار والذي عرف عنه الأستاذ سيد محمد وهو القروم في القسم وبيت والدي في زنغني يجمعنا للمطالعة والذي عرف والده وهو يفتح بابا بيت الشيخ الغلماء المالكية مولاي المسط الكثاني في وجهه بميدان فوخاني بمسر في ستمبر 1956 وخبصوص رفقة الأمير رسيد ابن الأمير محمد أخي الأمير محمد عبد الشريم الخطاج فلا تُآخذوني أيها الأحباب وأنا الآن مريض بالقلب مع ذلك تسميري دموعي أمامكم سلمان لقد كنت والله أتمنى ليكنت متان أمير الصعراء أحمد صوفي فهو يخاصب رفيق الشعرين حافظ إبراهيم عندما حضرت أبينا قد كنت أُوته أن تقول يسائي يا موسف الأحياء يا موسف الموتى من الأحياء نعم الله لقد كنت أتمنى أن يكون مريعي هو الذي يفيني لا أنا أن أكون أنا من يفينه أو أتحدث عنه إليكم وهو لا يجلس بجانبي أو هو بجانبي كما عودني وكما كنت وكان صحنا ليكم أيها الأخوات أقول أيها الأخوات أيها الأخوات والأخوان الأفاضل فقد خاض بي الصوف وكأنه الصوفان لا تستير الذي برأ الغباء وعنده الغجون في رسالته المعروفة ومع ذلك سأرود نفسي وعوافتي إثوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرطبناه العين تدمع والقلب يفتع ولا نقول إلا ما قاله الله تعالى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيَ الْرَاجِعُونَ أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الأخوات والأخوات أختم لكم أنه لولا إفترار للزخون في الموضوع الذي قيزتني من جنسة العصر المحددة إلى قلبي لما أعص إليه لكنني ولست من الذين يقولون مكرم أفصل بطل لأن موضوعي سريح وهو يتبثني ويتبثني الخوف فيه فهنا ذا عائد إليه والعود أحمد وأنا إليه عائد فتلحظون بأن كل كلمة فيه وكل نقطة وصاصلة إِلَّا وَتَنْضَحُ بِالسُّعُورِ بِهَوْمِ فَاجِعَ بِلَثِي تَحْرَفُ كَبِهِ وَتُأَجْدُ الْمَارَةِ سِيَانِ بِفُقْدَانِ الْرَجُلِ الَّذِي بَدَأَ رِسَالَتَهُ مَعِي وَكُنْتُ أُعَوُّلُ عَلَيْهِ بِإِثْمَالِهَ مَعْهِ لأنني رغم تبطئ إليها فقد سبقني إلى طير كثير من مراحلها تغمده الله برحمته إِنَّمَا خَلَّفُهُ سَيْدُّنَا عَمُّرُّعِ الْأَقَلِيَاتِ الْإِسْلَامِيَةِ قَلَّمَا يَسْتَطِرُ شَخْفٍ واحدٍ إِذَابًا فإذا كان كتابه الأول الذي أصدره عنها هو المسلمون في المُعَسْلِ السُّوَئِي ثم كتاب الصحوة الإسلامية في الأندلس ثم انجعات الإسلام في الأندلس إضافة إلى مئات الدراسات والمقالات والمحاضرات والمداخلات فإن كتابه أو ملخص كتابه كما قال أستاذنا الدكتور إبي هسكامي الأقليات الإسلامية في العالم اليوم مصادحاً أجل تعمل سيبقى المرجع الحاجم والآساسي لكل ما يريد ويقدر على حماية أقلياتنا المسلمة ويرقع من سألها ويطور أعمالها لذا اسمحوا لي أن أخصر الحصة الكبرى في مداخلتي لما جاء في هذا الكتاب القليل والذي يذكرني لدستور طائفة الإسلامية في البوسة والهدفة الذي تاهمت في ترجمة إلى العربية بمدينة صرائغ الشيدة سنة ألف ستعليم قبيل وداعي لفيكم الديان الغالية والذي أعتبره بمثابة منطلق لكل بجارية النهوض بالأقليات الإسلامية في العالم وقبيل الناس وفاعدة منطلق لكن مما تكون والذي أعتبره لذي أعتبرت أنني أعطلت هذه السؤالية تسمحه وطلق 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 مرحبا